أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدعم المصري للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة وإنما هو استمرار للدور المصري التاريخي وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة حول تدابير الحكومة لوقف التهجير القصري للفلسطينيين شدد مدبولي على أن مصر الدولة الوحيدة التي لم يكن لها أجندة خاصة تجاه القضية الفلسطينية وسوف تستمر في التضحية لصالح الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أنه لا سبيل لحل القضية إلا بحل الدولتين العادل والشامل بإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو منوها إلى أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين عواقبها الحالية والمستقبلية ستكون وخيمة ولا بديل إلا بحل دولتين ولفت مدبولي إلى أن الضغوط على مصر موجودة منذ فترة لا سيما في ظل التداعيات العالمية وهو ما تنبهت له القيادة السياسية منذ البداية فحرصت على إقامة المشروعات القومية وكذلك تقوية وتسليح الجيش المصري ترجمة نانسي قنقر